العصيان المدني أحد أقوى أسلحة الثورة وأنجع الطرق السلمية في التعبير عن أهدافها وتحقيقها في العراق أصبح العصيان المدني حدثا يوميا تتجلى أشكاله بقطع الطرق وشل حركة السير لكن عندما يكون موجها لحقل النفط يأخذ صدا أوسع ويعطي تأثيرا بالغا ثلاثة أشهر مرت من عمر ثورة تشرين دون أن تستجيب الحكومة لمطالب المتظاهرين فوجد الشعب المنتفض أن النفط ليس أغلى من الدم العراقي وإن كان في عرف الحكومة كذلك في محافظة البصرة قام المتظاهرون باقتحام حقل غرب القرنى واحد النفطي ووصلوا إلى مدخل المحطة الثامنة ومنعوا الموظفين من الدخول إلى الحقل وفي محافظة ذيقار أغلق المتظاهرون شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية كذلك في محافظة المثنى قطع المتظاهرون الطريق أمام الصهاريج المتوجهة لمصفات السماوة ومنعوها من دخول مبنى المصفة يؤكد المتظاهرون أن التوجه إلى المنشآت النفطية هو الحل السلمي الوحيد للضغط على الحكومة خصوصا أن الحكومة وأحزابها معها لا يعنيها شيء في العراق أكثر من أموال النفط في سياق فسادها المستشري غضب شعبي لن يطفأ ولن تخف حدته حتى إخراج آخر سياسي من أروقة الحكومة وإقامة نظام سياسي بقواعد وطنية مستقلة شكرا